بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب الأذان والإقامة ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب صدقت وبررت وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا وعند الإقامة ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد إلا بعذر ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع طيب يقول مصنف رحمه الله أذر أو لغير عذر أذن لأولى وأقام للكل أي أذن للصلاة الأولى وأقام للكل والأذان الذي ذكره رحمه الله والأذان المتقدم الأذان المشروع للمكتوبات على صفته إلا أنه إن كان في حضر ويترتب على الأذان تشويش ولبس فإنه لا يرفع صوته بالأذان لأجل أن لا يلبس على الناس وإنما يؤذن أذانا يكون ظاهرا دون أن يعلن به إعلانا يحصل به التلبيس أو التشبيه والأذان للمجموعتين وللقضاء والمقضية جاءت به السنة أما أذان المجموعتين فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر في عرفة وفي صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة فقد أذن صلى الله عليه وسلم للأولى ثم أقام ثم صلى الظهر ثم أقام في صلى العصر وكذلك في المغرب والعشاء أذن المؤذن ثم أمره فأقام للمغرب فصلى ثم أمره فأقام للعشاء فصلى وأما المقضية فكذلك ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في حديث بقتادة حديث عمران في صلاة الفجر لما نام عنها هو أصحابه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإنه لما فاته الفجر ارتحل عن محله ثم نزل وأمر بلال فأذن ثم صنع كما يصنع كل يوم يعني من صلاة راتبة وإقامة وصلاة الفجر على نفس الهيئة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم في وقتها ويدل له أيضا حديث عبدالله مسعود في صفة صلاة صلى الله عليه وسلم قضاء الفوائت في الأحزاب فإنه شغل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أربع صلوات ولم يكن قد شرعت صلاة الخوف فالمشركون دهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وأشغلوه عن أربع صلوات الظهر والعاصر والمغرب والعشاء فلما فرق أمر المؤذن فأذن فصل الظهر ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العاصر ثم أقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء والحديث عند النسائي وغيره وقوله رحمه الله وسن لمن سمع المؤذن طبعا هذا أحد الأقوال في المسألة في الفوائت والمجموعات وثمت قول أن يؤذن لكل واحدة ويقيم وقول يؤذن واحدة ويقيم واحدة للجميع أي لجميع الصلاة فلا يقيم لكل الصلاة والصواب ما ذكره رحمه الله قال رحمه الله وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله سن أي نذب على وجه الاستحباب لمن سمع المؤذن سواء كان ممن يجب عليه أو يشرع له إجابة النداء بالمجيء المسجد أو لا وسواء كان سيصلي بهذا النداء أو لا فكل من سمع المؤذن أو المقيم فإنه يقول مثل قوله أما المؤذن فقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وجاء هذا مبينا على وجه التفصيل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث جاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفرح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة مخلصا من قلبه دخل الجنة هذا في بيان أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي السعيد فقال مثل ما يقول أي في غالب جمل الأذان وذلك في الجمل التي هي ذكر لأن جمل الأذان نوعان ذكر ودعاء أي ونداء أما الذكر فهذا هو الأصل في كلمات الأذان وأما النداء ففي حي على الصلاة وحي على الفلاح وفي قول الصلاة خير من النوم في الفجر فهذه ليست ذكرا إنما هي نداء وتنبيه ولهذا لا يقول مثل ما يقول في هذه لا سيما في الحيعلتين لورود النص بذلك فإنه يجيب بذكر فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك قال إلا في الحيعلتين استثناء من عموم قوله أن يقول مثله أي في قول حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم وعلته واضحة العلة واضحة أن هاتين الجملتين نداء وليست ذكرا فأجابهما بما يناسب من طلب العون من الله عز وجل في تحصل الإجابة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأما في قول قال رحمه الله وفي التثويب يعني أيضا في التثويب لا يقول كما يقول إنما يقول صدقت وبررت صدقت وبررت تصديق له وثنى على قوله فالتصديق أي قولك مطابق للواقع وبررت بهذا القول الذي فيه التذكير بالصلاة وليس لهذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في الصلاة خير من النوم لعمم حدث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقوله مثل ما يقول وهذا يعم كل ما يقوله المؤذن مثل ما يقول يعم كل ما يقوله المؤذن إلا ما دل الدليل على استثنائه وقوله رحمه الله وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها هذا لكونه قد قرر رحمه الله أنه يقول في الإقامة مثل ما يقول المؤذن فإذا أقام الصلاة قال مثل ما يقول وهذا المسألة محل خلاف بين العلماء هل هذا مشروع أو لا فمن أهل العلم من قال إنه يشرع للعمومات حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقوله مثل ما يقول وهذا هو المذهب وبه قال جماعات من أهل العلم وقال آخرون إنه لا يجاب في الإقامة لأنه لم ينقل ولو أجاب في الإقامة لنقل والمسألة قريبة إن أجاب فحسن عملا بالعموم وإن لم يجب فله وجه لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بنقل ثابت صحيح أما قوله أقامها الله ودامها فهو يشير بذلك إلى حديث جاء في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة وأنه عندما قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله ودامها إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد في قول أكثر أهل العلم من المحدثين ضعفه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم فهذا الذكر وهو قول قد قامها الله ودامها ما أخوذ من هذا الحديث حديثة بأمامه وهو ضعيف الإسناد ولو صح لك كان دليلا على مشروعية الإجابة في الإقامة وأما قول بين كل أذانين الصلاة في حديث عبد الله المغفل في الصحيحين فتسمية الأذاء تسمية الإقامة أذانا على التغليب وهذا مما استدل به القائلون بأنه يجيب المؤذن حتى في الإقامة لأنه نوع أذان وعلى كل حال إن أجاب فحسن لكن ليس هناك ما يجزم به في الاستحباب والسنية لأن الحديث حديثة قامها الله ودامها ضعيف والعموم يحتمل لكن النداء الذي يجهر ويسمع يجهر به ويسمع هو النداء النداء بالأذان أما الإقامة فإنه لا يكون فيها من الرفع للصوت كما في الأذان على كل حال المسألة مثل ما ذكرت فيها قولان لأهل العلم إن أجاب فحسن وللعمومات وأما إن لم يجيب فله وجه قوي وذلك لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا مسألة من الذي يجيب المؤذن تقدم أن الذي يجيب كل من سمع النداء من ذكر أو أنثى صغير أو كبير من أهل هذا النداء ومن غير أهله لكن هل يجيب أذان صلاة لا يدعى إليها ولا يؤذن بدخول وقتها كان ما لو سمع مثلا الآن في المذيع أذان مكة لصلاة أذان الرياض على سبيل المثال لصلاة الظهر ولم يدخل الأذان في بلده بعض العلماء يقول يجيب لعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وقال آخرون إنما يشرع أن يجيب المؤذن فيما إذا كان الأذان مشروعا فيما إذا كان الأذان مشروعا وهو الأذان الذي يكون عند حضور الصلاة أو عند دخول الوقت وأما هذا الأذان فإنه يدعى به غيره فلا يجيب وهذا القول له حظ من النظر واضح لكن لو أجاب فهذا ذكر أما الاستحباب والسنية فإنها متوجهة إلى الأذان الذي ينادى فيه إلى الصلاة في مكانه ولو لم يكن من أهل هذا النداء مثال من لم يكن أهلا لهذا النداء المرأة الحائب فإنها تجيب ولو لم تكن من أهل الصلاة وكذلك من جمع الصلاة فإنه إذا جمع الصلاتين الظهر والعصر ثم سمع نداء العصر فإنه يستحب له الإجابة لعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لا يلزم أن يكون مدعوا بهذا النداء لكن ما فرقه عن النداء الذي يكون في غير بلده الفرق أنه أذان غير مشروع في مكانه أذان لا يشرع في مكانه هذا الفرق قال رحمه الله طيب وهل يكرر مع كل نداء الجواب نعم يستحب التكرار فإذا سمع مؤذنا ثم سمع مؤذنا آخر فإنه يجيب المؤذن الآخر استحبابا لكن تحقيق السنية تحقيق السنية يكون بإجابة الأول وما زاد فخير قال رحمه الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أي من إجابة المؤذن ولا فرق بين ذلك أن يفرغ مع المؤذن أو يفرغ قضاء فيما إذا فاته شيء من الأذان فإذا فاته شيء من الأذان كان يكون قد فاته لكونه لم يسمع لخفاء صوت أو فاته لأجل أنه كان في مكان لا يشرع فيه ذكر الله كالخلى مثلا فإنه يأتي به و يأتي به قضاء وبعض العلماء يقول يأتي به قضاء ولأ فرغ المؤذن من كل الأذان لعمون قولي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن والذي يظهر أن السنة هي أن يقول مثل ما يقول المؤذن عند كل كلمة وهذا يدل له حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم ألفاء تفيد التعقيب والترتيب القريب فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر لكن لو أنه تأخر فالذي يظهر أنه يدرك الفضيلة ولو تأخر قليلا لكن ليس ذلك بعد أن يفرغ المؤذن تماما من النداء قوله رحمه الله ثم يصلي على النبي المقصود بالصلاة على النبي أكمل ذلك الصلاة الإبراهيمية لأنها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلو قال اللهم صلى على محمد أو صلى الله على محمد أو نحو ذلك من الأذكاء من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه كل ذلك والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد chemin الأذان ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء وهذا دليل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وكيف ما جاء بأي صيغة من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحقق المطوبة أكمل ذلك كما ذكرنا قبل قليل وأكمل ذلك الصلاة الأبرهاчивين تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال ويقول أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتى محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا دعاء وغالب الدعاء يبدأ بذكر الربوبية وقد يبدأ بذكر الإلهية هنا بدأ بالإلهية ولا بالربوبية اللهم ربه هذه الدعوة التامة العادة في الربوبية أن تكون عامة هنا ربوبية خاصة ربه هذه الدعوة بدأ بالإلهية والسبب في هذا المناسبة في الفرق بين البداعة بالربوبية والإلهية الأدعية التي تبتدئ بالإلهية يعقبها ثناء وتمجيد والأدعية التي تبتدئ بالربوبية يأتي فيها السؤال والطلب مباشرة رب زدني علما ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدك رحمة مباشرة يأتي الطلب بعد الدعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتها مؤمنا أما الدعاء أما البداء بالإلهية في الأدعية فإنه يعقبها تمجيد وتقديس ومنه هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هنا أتى بتمجيد الله وتقديسه بتخصيصه بتخصيص ربوبيته جل فعلا لهذا النداء العظيم الذي هو من أعظم النداءات وأشرفها وعلىها منزلة الدعاء للصلاة بهذه الأذكار العظيمة المتضمنة التكبير والتهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقول رب هذه الدعوة الدعوة المقصود بها إيش الأذان هذا الأذان الذي يدعى به والربوبية هنا ربوبية خاصة ومعنى رب هذه الدعوة يعني صاحبها اللهم رب هذه الدعوة يعني يا صاحب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة لأنه قد تم فيها القول بإيفاء الله حقه تعظيما وتوحيدا وشهادة له بالرسالة والصلاة القائمة وهي الصلوات المكتوبات التي يدعى لها ووصفها بأنها قائمة لأن بها قوام الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله آتي محمد هذا الطلب والسؤال بعد التوسل بما تقدم آتي يعني أعطي محمدا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة الوسيلة هي منزلة في الجنة والفضيلة هي كل ما يعلو به مقامه وتسمو به منزلته صلى الله عليه وعلا عليه وسلم قال وابعثه المقام المحمود أكثر الروايات الواردة في هذا الذكر بالتنكير مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهو المقام الذي يحمده عليه الخلق جميعا من الإنس والجن وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في فصل القضاء وهي الشفاعة العظمى التي أجمعت الأمة على إثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وسمي هذا المقام بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون والإنس والجن وسؤال الله عز وجل لرسوله هذه المسألة مع أنه عطاها إياه فهو سؤال زيادة له ومباركة له في ذلك وإثباتا لفضله صلى الله عليه وسلم ويجري على الإنسان من هذا الدعاء من الخير ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة هذا فضل عظيم فضل كبير لأن الصلاة على النبي هو أن تسأل الله أن يرزق الله نبيه خيرا كثيرا هذا معنى قولك اللهم صلى على محمد فإذا سألت الله لنبيه صلاة واحدة أن يرزقه خيرا كثيرا أعطاك الله عشرة أضعاف هذا الخير وهذا فضل عظيم وعطاء جزيل ولذلك كان لزوم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الله تعالى الهم ويغفر الذنب بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله ثم يدعو هنا أي يدعو بعد فراغه مما تقدم وهذا من الأداب العامة وهل هذا يكون للسامع فقط أو للمؤذن الذي يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مندوب إليه في حق المؤذن وفي حق السامع أما المؤذن فإنه لا يجيب نفسه لأنه هو الذي يجاب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فلا يكرر قوله أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي تلي الأذان فإنه يشترك فيها المؤذن وغيره قال ثم يدعو هنا أن يدعو بما شاء وهنا المقصود بعد الأذان وقبل الإقامة فإنه موضع دعاء لما جاء في المسند وغيره من حدث أن السمال مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة لا يرد أي جدير بالإجابة والله لا يرد دعاء مطلقا لكن هذا من مواطن الإجابة ما فيه دعاء يرد دليل ذلك حيث ثوبان إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فردهما صفراء فكل من رفع يديه لا بد أن يعود بجواب والجواب معروف كما في حديثه بسعيد إما أن يجاب إلى ما سأل وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما سأل وإما أن يدخرها له في الآخرة هذا فضلا عن أجر وثواب الدعاء في ذاته قال رحمه الله ثم يدعو هنا وعند الإقامة الدعاء عند الإقامة لم يثبت به حديث إنما دليله عموم قوله لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة وليس عند الأذان والإقامة وإذا كان لكن عند تحتمل يعني عند فيها ساعة تحتمل قبيل الإقامة ويحتمل بعد الإقامة ويحتمل أثناء الإقامة مثل للصائم دعوة مجابة عند فطره يحتمل كل هذه المواطن الثلاثة قبل بعد وأثناء ولكن الذي دل عليه الدليل هو الإجابة بين الأذان والإقامة أما أثناء الأذان فإذا كنا نقول يجيب كما تقدم فإنه سيشتغل بالإجابة وأما بعد الأذان بعد الإقامة وقبل الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بدعاء قال رحمه الله ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع يحرم أي لا يجوز بعد الأذان أي بعد الأذان في موضعه الخروج من المسجد الذي أذن فيه واستثنى من ذلك حالين الحال الأولى أن يكون عذر كان يخرج لتجديد وضوء أو يخرج لضرورة أو لما لا بد له منه مما يُعذر فيه وضابط العذر هو كل ما يبيح له ترك الجماعة لو قل ما العذر كل ما يبيح له ترك الجماعة فإنه يبيح له الخروج بعد الأذان لأن بقاءه في المسجد بعد الأذان هو لأجل الجماعة فإذا خرج بعد الأذان لعذر فما هو العذر المبيح هو ما أبحى ترك الجماعة طيب قوله رحمه الله أو بنية رجوع يعني أو أن يخرج وفي نيته أن يرجع كان يخرج لتجديد وضوء أو لإصلاح أمر قريب أو ما أشبه ذلك من العوارض التي يخرج لها ويرجع وأضاف بعض الفقهاء عذرا ثالثا وهو أن يقصد مسجدا آخر قيد بعضهم ذلك بأن يقصد مسجدا الصلاة فيه أفضل كان يكون أكثر جماعة أو أن يكون المسجد العتيق فيكون له فضيلة تخصه وبعضهم أطلق قال أن يقصد جماعة أخرى والدليل على ما ذكر من التحريم حديث به رضي الله تعالى عن أنه أبصر رجلا يخرج من السجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فاستدلوا به على عدم جواز الخروج بعد الأذان واستثنوا هذه الأحوال أما العذر فهو مبيح في الأصل وأما بنية الرجوع فقالوا لي أنه خروج عارض وأما إذا كان ينتقل المسجد آخر فقالوا أنه يذهب من خير إلى خير والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن لا يخرج إلا لحاجة لابد له منها كان يكون إمام مسجد أو يترتب على بقائه في المسجد فوت مصلحة تفوت تفوت